حرب حوثية مفتوحة عن القطاع الخاص الوطني اتارة بذريعة خفض الأسعار والقوائم السعرية وأخرى بشأن استيراد الغازي من الخارج والاستيراد عبر ميناء الحديدة الميليشيا الحوثية في حالة غليان نأوت باشر مزيداً من إجراءة الترهيب للوسط التجاري حيث اقتحمت الميليشيا مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء في تطور عدواني خطير في عاصمة اليمنيين المختطفة صنعاء عشرات المسلحين يقودهم القيادي الحوثي محمد مطهر والمعين من الميليشيا وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب اقتحموا مقر الغرفة التجارية بصنعاء ونصبوا قيادياً حوثياً يدعى علي الهادي رئيساً للغرفة بقوة السلاح وخارج القانون كما جاءت الميليشيا بعناصر سلالية مجهولة كتجار وأعضاء في الغرفة التجارية بصنعاء حملة مسعورة للميليشيا ضد القطاع التجاري وتصرفات طائشة ومتوقعة من عصابة إجرامية مارقة بحسب مراقبين ومن المتوقع ازدياد المضايقات للقطاع الخاص من خارج السلالة الذي يواجه هجمة شرسة لابتلاعه وتقويضه بالكامل على الرغم من محاولة كبار التجار خلال السنوات الماضية مدهنة الميليشيا وإغداق الأموال عليها ودفع أموال طائلة كضرائب وجمارك وإيتاوات أضعافاً مضاعفة إلى جانب ذلك اتبنى رجال أعمال الخطاب الحوثي ضد ما تسميه الميليشيا العدوان والحصار كل ذلك لم يشفع للقطاع الخاص من الوصول إلى هذه المرحلة حيث تفرض الميليشيا الحوثية حصار لا مثيل له لوضع يدها على قرار وممتلكات وثروات البيوت التجارية وكافة التجار ورجال الأعمال والتحكم بهم على هوا قيادة الميليشيا وأسكرتهم ضمن مخططها الهادف للتحكم بكل شيء وسهدت الأيام الماضية خلافات حادة بين الميليشيا والقطاع التجاري على ذمة انتهاكة حوثية وإملاءات تفوق قدرة التجار على التحمل ويشمل ذلك خلافا حادا بخصوص الشراطات ميليشيا الحوثية على التجار استيراد الغاز المنزلي من الخارج عبر ميناء الحديدة بدلا عن غاز مأرب ودفع الفارق الكبير في التكلفة واستيراد القمح عبر ميناء الحديدة بدلا عن عدن دعن اشتركوا في القناة